شهدت محافظة مأرب تدشين مشروع توزيع الحقيبة المدرسية للطلاب والطالبات النازحين من محافظات الحديدة حجة والمحويت وريم وإب لعدد 350 حقيبة مدرسية بدعم من هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا مزيد من التفاصيل مع مراسلنا محمد القداسي في تمويل من هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا لشنة تلاف الوفا لغاثة والأعمال الإنسانية هنا بمحافظة مأرب مشروع توزيع الحقيبة المدرسية للطلاب النازحين من محافظة الحديدة وحجة والمحويت وريم وإب إشبال مشروع توزيع 350 حقيبة مدرسية مع كافة المستلزمات القائمين على تنفيذ المشروع أشهدوا بدعم هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا للطلاب النازحين من المحافظات المستدفة والذي يعود بنفع الفائدة على موصل التعليم للطلاب والطالبات نقوم بتدشير الحقيبة المدرسية المقدمة من هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا ويستفيد من هذا المشروع الحقيبة المدرسية 350 طالب وطالبة من الأيتام وأبناء النازحين والطلاب النازحين في محافظة مأرب نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لحيئة الأعمال الخيرية بأستراليا على هذه الحكائب المدرسية التي قدمتها كدعم لأيتام والنازحين بمحافظة مأرب نشكرهم على هذه الجهود التي تأتي لرسم الابتسامة على وجوه الأطفال وعلى وجوه الهتامة وعلى وجوه أبناء الشهداء وأبناء المعدمين الذين تركوا ديارهم وهجروا من مدنهم إلى مدن أخرى بعيدة ليس لهم فيها يعني عير ولا نفير المشاريع الخيرية تمثل أهم السمات الإنسانية لدى الفرد والمجتمع خاصة دعم الطلاب النازحين لمواصلة مسير التعليم في جميع المراحل الدراسية لقناة عدن الفضائية محمد القداسي محافظة مأرب